موسيقى ليس من الأفضل للمقاومة السورية أن تترك حلب وترتد إلى الجبال وترتد وتبدأ بحرب عصابات بما كانت تفعل الفصائل الجهادية الأفغانية وتنهيك النظام بهذه الطريقة هو الحرب سجل الحرب لن تنتهي والحرب ستستمر بطبيعة الحال بغض النظر عن الموقف التركي وبغض النظر عن مواقف الدول الداعمة الصديقة للشعب السوري حقيقة هذه نقطة أساسية لأن الشعب السوري لم يستشير في ثورته عندما خرج قبل أكثر من خمس سنوات لا تركيا ولا غير تركيا في إطار خروجه على النظام السوري وهو قد اتخذ رأيه وقدم من أجل هذا الأمر الغالي والنفيس يعني نحن نتحدث الآن عن قرابة خمسمائة ألف شهيد سقطوا في طريق الثورة السورية هذه الدماء لم تقدم من أجل تركيا ولا من أجل السعودي ولا من أجل قطر وإنما من أجل تحرر بلد واستقلال بلد هؤلاء يحامون حقيقة عن عزتهم عن كرامتهم عن حريتهم فلذلك بغض النظر عن المواقف الدولية حقيقة المعركة ستستمر بغض النظر عن الموقف التركي فلهذا السبب أنا أعتقد أن المعركة لا يمكن حسمها في الميدان بهذه البساطة وبهذه الرؤية الثالجية سواء كان للنظام أو لروسيا هم يعتقدون حقيقة أنهم يستطيعون من خلال كسر الثوار والمعارضة في حلب تحديدا أنهم سيفرضون على المعارضة السياسية الآن ما يمكن تسميته بالحل السياسي السياسي وسندخل خلال فترة قريدة إلى دوامة صحيح والرضى ببقاءة بالشارة الأساسي أنه سيتم الحديث عن ما يسمى بحكومة وحدة وطنية وتكون للمعارضة نصيف في هذه الحكومة وسيتم تدويل هذه القضية لكن ترجمة نانسي قنقر